دوامة من القروض عم تبتلع نعيمة أسرتها دوامة امتدت لعائلة زوجها كلها إذا دخلت فيها كل الاحتمالات المتاحة هي الغرق بتعيش نعيمة وزوجها ماجد في بيت حماها وحماتها أكرم وسامية اللي عندهم خمس بنات وخمس أولاد البنات والابن الأكبر حسين تركوا البيت بعد زواجهم أما الأولاد الأربع الباقيين سائد وماجد واسمايل ومحمود كلهم دخلوا دوامة القروض واحد وراء الثاني اضطر الأب أكرم أنه ياخد ثلاث قروض متتالية من البنك الإسلامي تتراوح قيمتها بين 6 و 8 ألاف دينار لتزويج أولاده بال2018 اضطر أكرم يكفل إحدى بناته بقرد من الإقراض الزراعي وبعدين بال2019 أخذ كمان ألف عشان يزوج ابن الرابع سائد اللي اقترض 8 ألاف دينار من الإقراض الزراعي وألف ثاني من البنك الوطني حتى يقدر يتزوج أما نعيمة اللي بتشتغل مزارعة بالمياومة مرضت بنتها المولودة حديثاً بأحد الأيام واحتاجت صورة رانين مغناطيسي قدر طبيب المنطقة تكلفة الصورة بـ 315 دينار قدمت نعيمة على قرد بـ 1200 دينار وكفلوها ثلاثة من صديقاتها أخذت نعيم 700 وتوزعت البقية على الآخرين لكن بيوم من الأيام تفاجأت واحدة من كفلات نعيمة بواحد من منظفين البنك بطالبها بدفعة القرد الشهرية صديقات نعيمة رجعوا لها المصاري بدون فوائد ونعيمة سددت 570 دينار من قيمة القرد وما قدرت تكمل سدد وتراكمت الفوائد والغرامات وصاروا صديقاتها مطلوبات للقضاء بالرغم من كل هذا اضطرت نعيمة تكفل حماتها سامية لقردين صغار من صندوق المرأة بقيمة 900 و1200 دينار من أصل ثلاث قروض أخذتهم سامية بهدف تأسيس مشروع بيع مواد تنظيف فشل بعد شهرين من بدايته واقترضت نعيمة كمان 500 دينار من البنك الوطني حتى تساعد حماها في قرد زواج سلفة سائد لكن نعيمة مش لحالها اللي كفلت حماتها الدوامة ضمت معظم نساء البيت وشكلوا كلهم شبكة معقدة من الإقراض والكفالة شبكة بتخليهم كلهم يغرقوا مع بعض لو واحد فقط غرق ياسمين زوجة محمود اقترضت بال2018 ألف دينار عشان سلفة حسين يقدر يتضمن أرض زراعية وكمان ألف من نفس البنك عشان يشتري سلفة حسين مواد زراعية للأرض وألف ثالثة عشان تسدد فواتير كهرباء ومي متراكمين من الناحية الثانية حمدة زوجة حسين كفلة قرض ياسمين الأول هي أسيل زوجة إسماعيل اللي كمان كفلة تسامية بقرضها الثالث هاي كانت لمحة بسيطة عن الحياة بغور الصافي وتعقيد علاقات الاقتراض داخل عائلة واحدة في ظل شركات تمويل أصغر عم تنمو تزداد استثماراتها كل سنة بينما الفقر بهاي المنطقة مش عم بيقل إذا بدكم تعرفوا أكثر عن قصة القروض الصغيرة في الأردن وخاصة في غور الصافي اقرأوا المقال الموسع في التعليق الأول على هذا الفيديو اشتركوا في القناة